بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتعلم كيفية اصلاح مشكلة تحميل لعبة جنرل زيره على الكمبيوتر لويندوز سيفن اربعة وستين بيت عن طريق احنا هندخل مجلد اللعبة هننسخ الملف ده فيها bink32w.dll وهنحطه في المسار ده c windows system زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي بعد ذلك نقوم بالضغط بزر الماوس الايمن على ملف تشغيل اللعبة كالتالي زي ما نشايفين هنفتح ماء الكمبيوتر هنفتح هندخل ملف اللعبة هنختار الملف جنرال ملف تشغيل اللعبة بروبيرتز كالتالي زي ما انتم شايفين وهننسخ الملف bink32 bink32.dll كليكي من كوبي زي ما انتم شايفين الملف ده هننسخه ونحطه في c windows system وبكده يبقى اللعبة شغالة وان شاء الله اللعبة هتشتعل معنا ما فيش اي مشكلة اسم الملف bink32.dll ده موجود اصلا في مجرد اللعبة ثم هنختر احنا دلوقتي بعد ما دخلنا على اه هنخص وش هنخص على بزر الماوس الايمن على ملف تشغيل اللعبة ونختار خصائص ثم التوافق او ونختار اللي احنا شرحناها ونضغط اوكي ثم نختار اوكي وقبل اوكي انا نعمل على متصاح المهم من التشغيل كمسؤول الجهاز او run as administrator ثم نضغط في الاخر اوكي او موافق وبذلك هتم تشغيل اللعبة ان شاء الله بدون اي بكل كفاءة وبدون اي مشاكل وشكرا لكم جزيلا وشكرا جزيلا لكم ارجو ان شارح يكون اه عجبكم وارجو الاشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو لو كان عجبكم متشكر اه جدا لكم دلوقتي اللعبة انا بختبرها بشوها شغالة او مش شغالة مش اللعبة شغالة بتحمل اهي وبدأت تشتغل اشتغلت بالفعل اشتغلت بالفعل اشتغلت بالفعل شكرا للمشاهدة